مرحبا أصدقائي برحب فيكن بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي كما بتعرفوا هيدا حصة الرياضيات Mathematics أنا شامس بعلمكن هيدا المادة وكتير فرحانة انه رح نكون مع بعض بحصة جديدة مع درس جديد وأكيد رح نكون عم نتذكر دروس قديمة تعلمنيها مع بعض لأنه كل الدروس اللي عم نتعلمها متعلقة ببعضها ولازم نفهمهم كلهم حتى نقدر بالنهاية نتعلم اشيه جديدة تساعدنا بحياتنا اليومية كرمل هيك بدي أذكركم مرة جديدة انه تجهزوا دفتركن والقلم تكتبوا بخط كتير حلو الاشيه اللي رح نتعلمها ورح نكتبها سوا على اللوح اليوم في عنا اشيه تعلمنيها متل ما قلتلكم خاصة بال وكمان اليوم رح نعمل شوي ورح نعمل تمرين فيها لاتنين وانتو رح تساعدوني فيهم هيك بنكون عم نتذكرون مع بعض أول مثال رح أعطيكم ياه متل مقدمة صغيرة لدرسنا هو انه رح أخبركم انه مرة رحت أنا وجدة على الحقل اللي حتى نقطف نجاص إجاص pairs وهنيك كان في إجاص المستوي يلي لونه أصفر وكان في الإجاص يلي بعده قاسي مش كتير مستوي ما نضج منه كتير ناضج يلي هو لونه أخضر جمعنا 278 من الإجاص يلي هو بعده مستوي منضج green pairs 278 green pairs بس بعد شوي لمرانا فتشنا مضبوط لقينا 100 yellow pairs يلي هني استووا mature بس هاي للمرة يا أصحابي تناعرف مجموعة كل الإجاصة اللي نحنا قطفناه أنا وجدة بدنا نعرف المجموعة يعني ذا سم شو لازم نعمل بنعمل subtraction أو بنعمل addition بنعمل addition أكيد لأنه أول مرة نحنا لقينا 278 green pairs وبعد شوي لقينا 100 yellow pairs تناعرف عددهم كلهم نسوا مع بعض how many in all بنعمل addition ومنحط plus sign بدلما نحط minus sign هيك بنكون عملنا vertical addition بنفس الطريقة بنجمع منجمع الones، منجمع التنز، ومنجمع الهندردز مع بعضهم فإذاً منجمع الones، الهندردز، ومنكتب الجواب تحت الخط يلي نحنا رسمنا هون هيدا هو رح يكون درسنا لليوم هلأ مش رح يجاوبكن، مش رح يقلكن شو هو الجواب انتو فكروا فيه، وإذا حذرتو كتبوه عندكن يعني انتو بتكونوا كتير شاطرين وإذا ما حذرتو بتكونوا كتير شاطرين، بس بعد فيه طريقة ما تعلمتوه أنا اليوم رح ساعدكن تتتعلموه، وكمان تصيرو تعرفوه وتضيفوه على الأشياء القديمة يلي صرتو عرفينه هلأ رح نروح سوا للفقرة الجديدة التالية لنشوف فيها بعض التمارين ٵ رحي championship ١٠٠٤ 30 plus 8 equals 358 Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form وهلأ رح نبدأ سوا بالتمرين بس نحنا رح نجرب أنا وإياكم نقلفهم مش مكتوبين عنا بس في عنا ثلاثة جارز هوني ثلاثة أوعية ويعاق كل واحد مننن في شي مختلف مثلا هون في 300 بوتومز يعني في 300 أزرار زر ثاني واحد فيه 270 بيتز يعني الخرز يلي نحنا بنستعمله انت نعمل إسوارة وعقد وإشي حلوة وثالث واحد فيه 350 حجرة صغيرة ملونة 350 ستونز تعرفوا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل أنا وإياكم مسائل حسابية قصص نقلفها ونشيل من هول الإشي أرقام تنعمل سبتراكشن ونزيد عليهم تنعمل أديشن فكروا معي خلينا أقول أنا مثلا زينة زينة بتحب كتير تعمل أساور وعقودة راحت زينة على التجار اللي فيه بيتز لأنه بدا تستعمل الخرز بدا تعمل العقد والإسوارة وأخدت منه 120 بيتز من بعد ما أخدت 120 بيتز هي كانت عايزتهم قديش بقي بقلب التجار؟ شو بنعمل؟ بنحط المجموع يلي كان عنا إياه أساسا 270 ومنعني الماينس 120 بنحط الهندس تحت بعضون والتنز كمانا 7 بحط تحتها 2 0 وبحط الخط وبدأ اكتب الجواب 0-0 بتضل 0 7-2 تعطيني 5 2-1 تعطيني 1 والجواب هو 150 من بعد ما زينة أخدت 120 خرز من هون بيتز ضل في 150 150 بيتز راح نقلف قصة تانية بس قبل خلينا ألفت لكم انتباهكم انه هول الرسمات هن بس شكل الاشياء الموجودة أكيد العدد هو تقريبة ما انه العدد الصحيح مرسوم هون بس أنا عمقلكم العدد المظبوط يلي هون هن أقل بس نحنا حطينيهم بس نعرف شو فيه بقلب كل جار اوكي يعني إذا عدينيهم مرح يتلعوا 270 بس أنا عمقلكم انه أساسا بالجار كان فيه 270 بيتز طيب خلينا نقلف قصة تانية مثلا ربيع ربيع بيحب يعمر ويستعمل لحجار الصغيرة ستونز وقرر ربيع انه يعمر هيك بيت كتير 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 صغير هالقد من حجار صغيرة من الستونز يلي هن موجودين بهيدا للجار أصلا فيه بقلبه 350 ستونز هيدا هو المجموع إجا ربيع أخذ منه 221 ستونز ستونز لازم نعمل ماينس لأنه ربيع أخذ منهن وهلأ بدنا نشوف قديش بقي فيه ستونز بقلب للجار زيرو ماينس ون ما بتزبط منروح على التنز منشيل مننا ون منحطه هون منستعير مننا ون تان ماينس ون بتعطيني ناين فور ماينس تو بتعطيني تو وثري ماينس تو بتعطيني ون دل فيه بقلب للجار 129 ستونز بس بعد شوي ربيع تطلع على البيت تابعوله ولقى انه هو بعده محتاج 45 ستونز راح على الاتجار يلي صار فيه 129 ستونز وأخذ منهن 45 نحط ماينس 129 ننسى يلي فوق كأنه عن جديد 129 ماينس شلنا منهن مرتين ياخد ربيع 45 ما في عنا هندردز هون طبحتو؟ ما عنا هندردز عنا بسترز and ones 9 ماينس 5 بتعطيني 4 2 ماينس 4 ما بتثبت لأنه 2 أصغر من 4 بروح لعند الهندردز بتصير 0 وبحط الone هوني بيصير عنده 12 ماينس 4 8 وزيرو ماينس 0 بمشي هوني يعني الجواب بيكون 84 من بعد ما خلص البيت تابعوله ربيع بقي عنا بقلب التجار 84 stones فينا نقول 84 stones are left بعد بدنا نقلف قصة وحدة شو رأيكم تساعدوني؟ بدنا نستعمل هالمرة ال got Gather مممممممO queي اجتنا البقلة اجت نفكرة 间 pikaaaa تاترة بدا تخيت كمزات لكل احفادة والكنزة بدا تحط له زرار 66 هي عايزة تقريبا 64 buttons أصلاً بقلب التجار في 300 أخدت منهم التيتا 64 قديش ضل فيه بقلب التجار؟ خلينا نشوف 0-4 ما بتزبط 0-6 كمان ما فينا نجي ناخد من 0 نستعير 1 ما بتزبط منروح منستعير من 30 كلها بتصير 29 هيدا شوية صغيرة يمكن صعب عليكم بس استعرنا من هولة 10 واحدة وبعدين 9-6 هي 3 2-0 هي 2 بقى فيه بقلب التجار 236 بس بعد شوية تيتا قررت ترجع تعمل هيدا المرة قبعة والقبعة كمان بدت تحط عليها لازينة أزرار عايزت هيدا المرة 25 بوتنز راحت على التجار كان بعد فيه 235 بوتنز أخدت منهم 25 نمثل اللي فوق منرجع كالنوع جديد 236 منس 25 وهون ما في عنا هندردز عنا 10 و 1 6-5 بتعطيني 1 3-2 بتعطيني 1 2-0 بتعطيني 2 بقى فيه بقلب التجار 211 بوتنز 211 بوتنز 211 بوتنز are left انتو كمان فيكنت ألف وقصص تانية بعد تفكروا فيها وتجربوا تعملوا مسائل حسابية نحن هلأ استعملنا subtraction بالفقرة اللي جاية راح نستعمل addition خليكن معنا وهلأ راح نعمل تمرين متل ما قلتلكن فيهم addition مش subtraction قبل شوية كنا عم نعمل أسلوب الطرح عم نشيل عم ننقص عم نكتب minus هلأ راح نعمل أسلوب الجماية اللي هو addition يلي منضيف يعني منزيد كمان بقلبهم راح يكون فيه subtraction بس بدنا نركز على addition حتى تتذكروا كمان معنا أول شي بعد عندنا هودة الجارز يلي فيهم stones والbeads والbuttons راح ارجع للأرقام اللي كانت موجودة وارجع لكم انه هي تقريبية يعني مش مثل الصورة اللي مكتوبة هم كمان بدنا نقلف تمارين أول ثمرين راح اقلكم يهه هو انه سارة سارة كانت حبة تزين الحيت عندها بالغرفة وحبة ترسم هيك الرسم بس حبة تلزق عليها أحجار صغيرة مثل يلي موجودين هون سارة كانت بحاجة ل نتين حجرة 200 stones بس بقلب التجار كان فيه بس وان هندرد تونتين وان هندرد تونتين أخدتون واستعملتون بعدين التيتا رجعت جبتلى وان هندرد تونتين ستونز لحتى تكمل قالتلى يا تيتا بس هني ما بيكفوا أنا بديت 200 stones راحت التيتا وجبتلى وان هندرد تونتين أولكن من بعد مع تيتا التيتا وان هندرد تونتين وهي كان عندها وان هندرد تونتين بقلب التجار قديش صار المجموعة عندها طبعا ستونز شو لازم نعمل لازم نحط هوني بلس بلس يعني لازم نجمعه نعمل addition 9 بلس 0 بيعطيني 9 2 بلس 2 بيعطيني 4 1 بلس 1 بيعطيني 2 صار عندها بقلب التجار 249 ستونز 249 ستونز بس هي قديش كانت عايزها 200 استعملت منهم 200 قديش دار فيه شو لازم نعمل منجيب 249 يلي هني صاروا كلهم المجموعة لقلب الجار من بعد ما التجربت له 120 ومنشيل منهم منعمل minus 200 لانه هي استخدمت بس 200 تنشوف قديش بقيه 9 minus 0 بيعطيني 9 4 minus 0 يعطيني 4 2 يعطيني 0 يعني بقي فيه بقلب الجار 49 ستونز يعني التيتا جبت له زيادة 49 ستونز هي مننا عيزتهم حل بها القصة خلينا نفكر بعد انا بياكم بقصة تانية كان سمير بحاجة لخرز لحتى يعمل هيك شي كتير حلو ليعلقوا على رقبة الكلب تابعوله بدي يحط الخرز يعمل مثل عقد ليزين الكلب تابعوله وهو كان بحاجة ل وان هندرد ايتي تو بيدز هو بحاجة لون هندرد ايتي تو بيدز خلق طلع بقلب الجار لقى انه في تو هندرد سبنتي اخد منن هو شيل يعني بنعمل سبتراكشن وان هندرد ايتي تو قديش بقي بقلب الجار خلونا نشوف مع بعد 0-2 ما بتزبط منروح عند الجيران بناخد واحدة بتصير 6 بنحطة هون 10-2 بيعطيني 8 6-8 ما بتزبط منروح عند الجيران بناخد 1 بتصير 16-8 بيعطيني 8 و 1-1 بيعطيني 0 لكن بقي عنده 88 بيدز من بعد ما عمل العقد اللي يزين فيه الكلب تابعوله فجأة اجر فيه وقال له كتير حلو هيدا العقد اللي عملته للكلب تابعولك انا كمان بدي زين الكلب تابعولي فيك تعملي مثله قال له بس نحنا هلأ بقلب لتجار في عنا 88 وانا بحاجة لـ 182 فراح هو واشترى كيس فيه بقلبه بيدز وزيدن هوني لقلب الكيس كان فيه 120 زيد على الـ 88 شو بعمل؟ 120 بلاس 88 0 بلاس 8 بيعطيني 8 2 بلاس 8 بيعطيني 10 بيطلع صار عنده هوني 208 بيدز 208 بيكافوه لأنه هيدا الرقم أكبر من 182 يعني بيقدر يعمله لصديقه هيدا العقد اللي يزين فيه كلبه أخذ 208 بيدز شيل منهم 182 بيعطيني 6 0-8 ما فينا منستعير من الجيران 10-8 بيعطيني 2 بقي عنده 26 بيدز ما استعملون وبقيوا زيادة بقلب لتجار حلوة كتير هيدا القصة كمان انتو بحياتكن اليومية فيكن تعدو تعملو addition متل ما هلأ عملنا إذا اشتريتو شي زيادة ضفتوه على المجموعة اللي عندكن تعملو addition وبتلاقو sum وإذا شلتو من الغراض اللي عندكن بتعملو subtraction وبتلاقو difference من سمية أوكي the sum هي result طبع ال addition و the difference هي result طبع subtraction فينا نعمل addition و subtraction على الأرقام اللي فيهم hundreds و tens و ones متل ما شفنا بطريقة كتير بسيطة وسهلة بالخطوات اللي نحنا تعلمناهن من قبل كتبوا هيدا الأمثلة عندكن فكروا انتو بأمثلة جديدة وخليكن متابعين لنروح سوا وعلى اخر فقروا بحثتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهلأ وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم بهاي الفقرة مش رح نعمل تمارين بس بتذكركن بالخطوات اللي منعملون لحتى نحل الvertical subtraction دايما دايما نكتب الones تحت بعضن tens تحت بعضن والهندردز تحت بعضن بعدين منبلش بالones إذا عزنا منستعير من التنز واحدة وإذا ما عزنا فينا ضغل نحط الجواب تحت وبعدين مننتقل للتنز إذا عزنا كمان وكان الرقم صغير منستعير من الهندردز وإذا ما لنا عايزين والرقم بيكفي بنحط الجواب تحت ونفس الشي مع الهندردز وبيطلع عنا the difference من سامية ودايما لما نعمل addition بيطلع عنا the sum هيدا الخطوات كتير سهلة تبقوها عندكن على كتير أمثلة من حياتكن اليومية وجربوا تدربوا عليا أنت وإخواتكن وحتى وليت جيرانكن يمكن وقريبكن هلأ يا أصدقائي بتودعكن بس قبل ما ودعكن بدي رح ودعكن برجع بلتقر فيكن بيحصة جديدة باي ببني How many in all? How many in all? The answer is the sum Addition is to add numbers Addition is to put numbers together Addition is to add numbers Addition is to find the sum Addition is to add numbers Addition is to land Addition is here Addition is to pay單